لقاء تلفزيوني لدنيا بطمة يخرج والدة محمد التورك عن صمتها ويكشف المستور مهد تورك فاجأت أرجو مهور برسالة خطية أرسلتها لمجلة سيدتي كذبت فيها كل ما جاء على لسان دنيا في اللقاء وتحديدا حول علاقتها بأولاد زوجها واتهمتها بتزوير الحقائق ما رح أسمح لها أبدا أنها تتمادى بهذه الأشياء تكذبها وتزويرها وتستغنى الأولاد وتلغي دور العينة تعيش دنيا أمومة بالرغم من أنها لم تنجبع مع أبناء زوجها الثلاثة عفويتها وحسها الفكاهي ربما كان عاملين أساسيين لإقترابهم منها وارتباطهم بها هالفيديو أغضب مهد تورك والدة زوج دنيا بطمة وجدت حالة تورك ودفعها لإرسال رسالة لمجلة سيدتي أعلنت فيها بأنها قررت الرحيل من بيت ابنها محمد بسبب أفعال دنيا وتزويرها لحقيقة تعاملها مع أحفادها اللي دائما بتحرص على إظهارها بأحسن الأحوال ما قالته حالة لا يعبر عنها بحسب جدتها لذكرت أنها أجبرت على التعبير عن حبها لدنيا من قبل والدها محمد تورك حتى حفلاتها ساعاتها روحوا إياها عشان أحسست أني أنا يمها دايما جدت حالة أكدت بها الرسالة صحتها الإشاعات اللي قالت أنه في خلافات داخل عائلة تورك وأبرز المتأثرين كانوا الأولاد بالمقابل البعض تساءل عن توقيتها التصريح خاصة أنها ليست المرة الأولى اللي تظهر فيها دنيا مع أولاد زوجها وبنفس الطريقة لكن تمديها واستغلالها للأولاد لتحسين صورتها كما دعت كان أكثر ما أزعجها في هالفيديو خاصة لقطة الطفل عبدالله وهو بيحمل كاسة الشاي في لقطة أعتبرتها تنثيل زيف إدعاء دنيا بالعناية بالأطفال لحد الآن لم يخرج أي رد رسمي من محمد ولا دنيا حولها الأخبار لكن أكيد نتمنى أنها القضية كلها تنتهي على خير